من الميادين السلام عليكم وإلى العنوين بعد استشهاد شبان فلسطينيين الجيش الاحتلال يسادف غزة بقصف ليلي والقسام تعلن رفع الجاهزية إلى الدرجة القصوى عدد شهداء هجوم داعش على ريف السويداء يتجاوز المائتين والأسد يتهم دولا بمحاولة إعادة إحياء الإرهاب بعد استداف بوارج سعودية عبر باب المندب الرياض تعلن تعليق صادراتها النفطية عبر المضيق بشكل مؤقت ترامب يعلن بدأ مرحلة جديدة من العلاقات بين واشنطن والاتحاد الأوروبي والعمل على تصفير الرسوم الجمركية بينهما أهلا بكم أعلنت كتاب القسام الجناح العسكري لحركة حماس رفع الجاهزية إلى درجة القصوى واستنفار جميع جنودها وقواتها أكدت كتاب القسام أن إسرائيل ستدفع الثمن غاليا من دمائها جراء الجرائم التي ترتكبها يوميا بحق الشعب الفلسطيني ومشاهدها ثلاثة شبان فلسطينيين كانوا استشهدوا ليلة أمس ووصب شخص آخر بقصف للاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مدفعية الاحتلال قصفت سبعة مواقع للمقاومة على طول قطاع غزة من رفح إلى بيت لهيا وتحدثت وسائل علام الإسرائيلي عن إصابة ضابط إسرائيلي قنصا عقب ذلك تبادل لإطلاق النار مع ناصر من حماس في منطقة كيسوفيم عند شريط الشائك مع غزة وانضم إلينا من غزة مراسل الميادين أحمد غانم أحمد بداية صباح الخير لو تضعنا في صورة الأجواء في قطاع غزة بعد تصعيد الإسرائيلي ليلة أمس وأيضا في تفاصيل بيان القصة نعم رانا الهدوء هو سيد الموقف لكن يمكن وصفه بأنه هدوء مشوب بالحذر خاصة بأن طيران الحرب الإسرائيلي سواء كان طائرات الاستطلاح وحتى طائرات النفاثة ما تزال تحلق وعلى ارتفاعات منخفضة متسببة بحالة من التوتر لسكان القطاع هذا التوتر بطبيعة الحال جاء بعد استهداف إسرائيلي لعدد من نقاط الرصد التابعة للمقاومة الفلسطينية على طول الحلود الشرقية للقطاع التي استهلتها إسرائيل بقصف نقطة لحمات الثغور أو قوات الضبط الميداني التي تتبع بطبيعة الحال أيضا لكتائب القصة مؤسفرة عن ثلاثة شهداء وشهيد عفوا وإصابة بحالة الخطرة القصف الإسرائيلي لم يتوقف عند هذه النقطة تواصل ليصيب أكثر من ستة نقاط رصد في مناطق رفح خانيونس بيتلاهية والمناطق الوسطى كل ذلك بحسب المزعم الإسرائيلية يأتي ردا على استهداف المقاومة الفلسطينية لأحد دوريات الإسرائيلية في نفس المنطقة التي قتل فيها الرقيب الإسرائيلي الأسبوع الباضي بسلاح القناصة في قطاع غزة اللافت اليوم هو بيانات الفصائل الفلسطينية البيان الأول كان لسرايا القدس قالت فيه أنها تدرس خيارات الرد على الاحتلال الإسرائيلي وأن معادلة الدم بالدم والقصف بالقصف لن تتغير ولن تتبدل لكن الأخطر هو بيان القسام الذي دعا فيه غرفة العمليات المشاركة للفصائل الفلسطينية للجهوزية وقال أن كتائب القسام أعلنت حالة النفير والجهوزية الكاملة في محاولة لطبعا التصدي لأي عدوان إسرائيلي وأيضا للرد على العدوان الذي استهدف ثلاثة من عناصرها في نقطة الرصد التي استهدفت طبعا الساعة الثانية عشر ليلا مواقف الفصائل أيضا تأتي يعني متسويقة مع مثل هذا البيان أو تسير في خطوها للتأكيد على أن جريمة الاحتلال الإسرائيلي هذه لن تمرد دونها قادرا شكرا جزيلا لك أحمد غانم على كل هذا المعلومات حتى الساعة وأنت مراسل الميادين كنت معنا من قطاع غس قررت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية أغلاق كل مكاتب وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في قطاع غزة اليوم احتجاجا على قرار الوكالة فصل قرابة ألف موظف في برنامج الطوارئ في غزة لناشي غضب يستعر في نفوس موظفي وكالة الغوث بعد قرارها فصل عدد من موظفي برنامج الطوارئ حكم بالإعدام يقول من فقدوا مصدر رزقهم ويحذرون من انفجار الأوضاع مؤكدين أن القرار ليس بسبب العجز المالي الأونروا حتى لو استغنت عن ألف موظف هذا لن يسد العجز في ميزانية الأونروا التي قيمته 217 مليون دولار نحن دعونا إدارة الأونروا للتراجع عن هذا القرار تقدمنا مقترحات للإدارة بحيث ممكن حل الأزمة ولكن للأسف الإدارة استهترت بكل حقوق الإنسان 125 موظفا من أصل ألف فصيلوا بشكل نهائي والباقون ينتظرون ما سيألوا إليه مصيرهم بعدما تم تحويل عدد منهم إلى العمل الجزئي تمهيدا لفصلهم كما يقولون محذرين مما هو أخطر قطوة القادمة ببعض برنامج الطوارئ هو برنامج التعليم والصحة اللي حيقدم عليه في منتصف شهر آب 8 إحنا لاجئين رجعونا لأوطاننا بدناش مال من حدا رجعونا عبلادنا بدناش مال من حدا 2% بتكسرش من زنية هو حكم بالموت على ألف أسرة مش على ألف موظف وحسب يا الله ونعمى الوكيل في اللي كان السبب في قطع رزقتنا ورزقت بلادنا الدخول في نزاع عمل مع وكالة الغوث أعلنه اتحاد الموظفين العرب في الوكالة كإجراء قانوني وقرروا الاعتصام المفتوح وإغلاق جميع مقار رؤساء المناطق حتى إشعار آخر خطوة وكالة الغوث هي إعلان حرب بالنسبة إلى الموظفين الذين يرون أنها جزء لا يتجزأ من صفقة القرن ويهددون بخطوات مضادة لا تحمد عقباها لانشهين غزة أعلم يا دين التعاون الروسي الفلسطيني في مجال الأمن ومسائل دولية وإقليمية بحثه سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باترو الشيف مع رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية ماجد فرش في موسكو بحسب ما أفدت به وكالة نوفاستي الروسية ارتفعت حصيلة شهداء جومي داعش الإرهابي في السويدة إلى 215 وأكثر من 180 شريحاً الجيش السوري واللجان الشعبية قضوا على معظم مهاجمين وعلى حقه آخرين باتجاه البادية تقرير محمد الخطر صباح السويدة تلون بلون الدم تفجيرات نفذها انتحاري داعش في ساعات الصباح الباكر في السوق الرئيسي وقرب دوار المشنقة وفي المسلخ اللجان الشعبية أردت انتحاريين قبل تفجير حزاميهما الناسفين صدمة من هول الجريمة أصابت الأهالي أسواق أغلقت وحركة تضاءلت إلى حدها الأدنى في الشوارع التفجير الأولاني اللي طلع الساعة خمسة وعشر دقائق رجل تطلع بعضية تفجير قريب منه على بعد شميتين متر بعضية توقيته بين التفجير التوقيته والتوقيته شميتة عشر دقائق تقريباً رجل تطلع تفجير ثالث بحي المقوس نحن ما بهزنا لا تفجير ولا عشرة بقيم بأرضنا ونندافع عن الأرضنا نحن ناس مقاومين ومع المقاومين في ريف المحافظة باتجاه البادية بدت الجريمة بأبشع صورها عشرات الضحايا بين النساء وأطفال ومزارعين برصاص مسلحي داعش المتسللين من البادية رامي ودومة وطربة والسويمرة والشبكي تعرضت لاعتداءات المتزامنة الأهالي يرون بعض ما واجهوه كانوا جايبين إب العمي وجايبينوا على دار جيرانا بدق على الباب على أساس أنه ما في شي يطلعوا بس يطلعوا ببلش تصفيتهم اشتبكنا نحن وياه هنا شي خمس ساعات عبين ما أنه خلصنا الأولاد والنسوان وطلعنا لمغرب لأجدنا عاد قوة من الشباب من هنا وفزعت الشباب ما قصرت غارات جوية وقصف مدفعي للجيش السوري دكت تحصينات صخرية حاول مسلح داعش التمترس فيها غزارة نارية ساعدت اللجان الشعبية والأهالي الذين جاءوا من مختلف قرى السويداء وريف دمشق مؤازرة لأهالي المنطقة كل إنسان شريف واجب عليه التصدي لهذه المجموعات ونحن واجبنا أن نجي ونحضر وكون موجودين مع أهلنا وإخواتنا نحن متابعين هلق الحمد لله كان في بؤرة هون نحن بمنطقة شبكي كان في بؤرة هلق مشيت وخلصت مجزرة داعش في ريف السويداء الشرقي أعادت التأكيدة أن جبل العرب عائلة واحدة اتحدت في لملمة الجراح وحمل السلاح إلى الجبهات دعم للجيش السوري في تأمين كامل مساحات البادية من هذا التنظيم فاتورة دم باهظة دفعتها السويداء في التصدي للإرهاب الداعشي دماء عشرات المدنيين تؤكد أن أمان المحافظة مرهون بالقضاء الكامل على التنظيم في البادية محمد الخضر من قرية الشبكي على أطراف بادية السويداء الميادين الرئيس السوري بشار لصدر أن جريمة السويداء تدل على أن الدول الدائمة للإرهاب تحاول إعادة بث الحياة في التنظيمات الإرهابية لتبقى ورقة في أيديها تستخدمها لتحقيق مكاسب سياسية الأسد استقبل مبوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوري الذي قال أن هذه اللجمات تؤكد صحة المسار الذي تنتهجه الدولة السورية لجهة مواصلة الحرب على الإرهاب فرضت وزارة الخزان الأمريكية عقوباتنا على خمسة كيانات وثمانية أفراد بزعم صلاتهم ببرنامج سوريا للأسلحة الكيميائية بيان وزارة الخزان الأمريكية ذكر أن الكيانات والأفراد المستدفين أدوا دورا مهما ضمن شبكة تورد معدات إلكترونية للوكالة السورية التي تطور الأسلحة بحسب الوزارة الأمريكية يصل اليوم إلى لبنان وفد روسي من وزارتي الدفاع والخارجية لبحث قضية اللجينة السوريين المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم بحث الأوضاع العامة في لبنان مع وفد روسي برئاسة الملحق العسكري الروسي بالوكالة وناقش الجانبان ملف النازحين السوريين في لبنان في ضوء المبادرة الروسية الأخيرة حول الملف النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل الحرائق التي لا تزال تلتهم مناطقها في كاليفورنيا وأتفاق أهلا بكم جديد أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالحان بلادها ستوقف مؤقتا كل شحنة الخام التي تمر في مضيق باب المندب بعدما تعرضت ناقلتان نفطياتان سعوديتان للهجوم من جانب الجيش اليمني واللجان الشعبية ووفق الفالح فأن التعليق سيتم بشكل فوري إلى أن تصبح الملاحة خلال هذا المضيق آمينة مظهر عسكري يمني كان قد أعلن تدمير زورق حربي للتحالف السعودي أمام سواحل مدرية الدراهمي في الحديدة غرب البلاد ويأتي ذلك عقب السدف الجيش واللجان البارج الحربي الدمام التابعة للتحالف السعودي أما التحالف السعودي فاعترفها بتعرض ناقلة نفط سعودية لهجوم في البحر الأحمر مؤكدا إصابتها بأضرار وصل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتين جريفث إلى العاصمة صنغاء من أجل إيقاء قيادات أنصار الله مصدر ديبلوماسي يمني كشف أن جريفث سيلتقي قيادات المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني للوقوف على موقف أنصار الله والقيادات اليمنية في صنغاء من خططه لاحتواء التصعيد العسكري في محافظة الحديدة المصدر كشف أن خطط جريفث تتضمن انسحاب الجيش واللجان من مدينة الحديدة ومينائها وإحلال قوات أمنية حكومية بإشراف أممي بدلا منها أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلادها والاتحاد الأوروبي اتفقا على تصفير الرسوم الجمركية على سلع باستثناء قطاع السيارات جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي جان كلود يونكر في البيت الأبيض واعتبر ترامب أن ما حدث يشكل يوما عظيما للتجارة الحرة والنزيهة على حد تعبيره اتفقنا على العمل لخفض الحواجز التجارية والوصول بالرسوم الجمركية والدعم إلى الصفر لسيما في تجارة السلع الصناعية غير السيارات كذلك سنعمل على زيادة التجارة في الخدمات والكيميائيات والأدوية والمنتجات الطبية بالإضافة إلى فول الصوية لقد أتيت إلى اللقاء ولدي نية لعقد صفقة ولقد عقدنا الصفقة ناقشنا العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك منها العمل على تصفير الرسوم على المواد الصناعية وكان هذا الهدف الأساس لنا كما قررنا تعزيز التعاون في مجال الطاقة وتصدير الغاز السائل وهذا الأمر يعد رسالة للجميع مواقف ترامب حول الاتحاد الأوروبي كان سبق أعلان عن استعداد اليقد اتفاق جديد مع إيران مغير للاتفاق السابق ما هي الأهمية التي توليها إيران لتصريحات الأمريكية وعلى ما تعتمد في ردها المقابل للولايات المتحدة قراءة في الواقع الإيراني لملحم ريها لافتا كان تصريح الرئيس الإيراني حسن روحاني وتحذيراته للإدارة الأمريكية بعدم العبث مع إيران ولعل المتابع لتصريحاته منذ توليه رئاسة الجمهورية يدرك جيدا تغير الخطاب على نحو واضح عما كان عليه فقد استبدل الرئيس الإيراني لغة الاحتواء بلغة التحدي التي فاجأت حتى بعض الإصلاحيين هنا لكن هذا الخطاب له دلالات متعددة فهو يأتي بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي وما تبع ذلك من عقوبات وبعد تهديد أمريكي عالي الصقف بمنع تصدير النفط الإيراني وبمحاصرة إيران حتى الاستسلام وهذا التهديد كان لابد برأي المراقبين من الرد عليه بحزم فجاءت أولى كلمات الحزم على لسان روحاني الذي عقد أمالا على نتائج الاتفاق النووي منذ إبرامه وجرت الرياح بما لا تشتهي السفن وقد توالت تصرحات المسؤولين الإيرانيين ولسيما العسكريون منهم لتثني على كلام روحاني وتؤكد أنه عبر عن موقف موحد لنظام الجمهورية الإسلامية وضع في استراتيجيته الأولى للرد على التهديدات الأمريكية معادلة العين بالعين والبادي وأظلم قد يكون تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير لإيران لا يتعدى كونه استعراض عضلات عن بعد وصراخا عبر مكبرات الصوت كما يرى الكثير من المسؤولين هنا كي يعيد تكرار سيناريو كوريا الشمالية ويجبر طهران على التفاوض المباشر مع واشنطن إنما بحسب المقاسات الأمريكية وقد يكون هذا التهديد سخيفا لا يستحق الرد بحسب ما قال روحاني تعليقا على تغريدة ترامب لكن في قاموس القادة العسكريين هنا تحسب الأمور بميزان الجاهزية والاستعداد للردع والقوة الصاروخية بمداها المتوسط والبعيد واحدة من الأوزان التي تقيس بها إيران قدرتها الدفاعية وقد تصبح بفعالية خطيرة إذا اجتمعت معامل الجغرافيا بإشراف إيران على مضيق هرمز وممرات مائية مهمة تمر عبرها ناقلة النفط التي تشغل الطاقة في معظم دول العالم وتمثل رافعة اقتصاد الدول الخليجية هذه المقاومات الدفاعية فضلا عن المبادئ التي تؤمن بها إيران قد تجعل من المستحيل الخضوع للشروط الأمريكية حتى لو اتجهت الأمور نحو التصعيد أكثر ملحمرية طهران الميادين دعا وزير الخارجي الأمريكي مايك بومبيو روسيا الاحترام التزامية بينها احتلال يليش بجزيرة القرم على حد وصفه بومبيو خلال جلسة استماعا في الكونغرس أكد أن الإدارة الأمريكية ستواصل فرض عقوبات قوية على روسيا ردا على أنشطتها الخبيثة على حد تعبيره قلت شخصيا وبوضوح للروس إنه ستكون هناك تداعيات خطيرة للتدخل في عملياتنا الديمقراطية كما أوضحنا أن الكرة في الملعب الروسي ترامب واعي جيدا للتحديات التي تطرحها روسيا للولايات المتحدة ولحلفائنا وشركائنا الإدارة ستواصل فرض عقوبات قوية على روسيا ردا على أنشطتها الخبيثة وبخصوص كوريا الشمالية قال بومبيو إن الرئيس دونالد ترامب لا يزال متفائلا بشأن نزع سلاحها النووي بومبيو شدد على استمرار عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية حتى تتخلص من السلاح النووي لا يزال الرئيس ترامب متفائلا بشأن احتمالات نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية التقدم يحدث نطلب إلى الرئيس كيم جونغ أون أن يفي بالتزاماته التي قطعها على نفسه في سنغافورة إلى أن تفي كوريا الشمالية بالقضاء على أسلحة الدمار الشامل فإن عقوبات الأمم المتحدة ستظل سارية المفعول أفد مراسل ميادين في باكستان بتصدر حزب إنصاف بزعمة عمران خان النتائج غير رسمية للانتخابات البرلمانية التي جرت أمس لحزب الرابطة الإسلامية فحزب الشعب شاباز شريف زعيم حزب الرابطة الإسلامية ندد بما اعتبره عمليات تزويرا صادحة خلال عمليات الاقتراع وأعلن أن حزب الذي يحكم منذ خمسة عوام سيرفض النتائج من جهة اشتكى زعيم حزب الشعب الباكستاني من خلل كبير في الجهاز الانتخابي أعلن رئيس الحكومة تونسية يوسف الشاد أنه سيذهب إلى البرلمان للتصويت على منح الثقة لوزير الداخلية الجديد هشام الفوراتي يتزامن ذلك مع اجتماعا للرئيس الباجي قائد السبسي مع كتلة نداء تونس لمناقشة الأزمة السياسية موراد الدلانسي ذكرى أعلان قيام الجمهورية في تونس تغط عليها هذا العام أخبار الأزمة السياسية المتواصلة رئيس الحكومة يوسف الشاهد يتجاهل أمكانية إطاحته ويعين وزيرا جديدا للداخلية خطوة قد يتبعها تعديل وزاري أوسع في المقابل يجتمع الرئيس التونسي بكتلة حزب نداء تونس في ظل حديث عن توجه لدى السبسي لدفع الكتلة الحزبية إلى دعم ابنه حافظ في صراعه مع الشاهد رأي السائد متجه نحو استقرار الحكومي وبالتالي متجهين نحو المحافظة عن الحكومة هذه تحوير في مستوى وزير الداخلية وإن شاء الله نهاية الأسبوع هذا أو بداية الأسبوع يعني يقع التصويت لوزير الداخلية هذا ونواصل في الاتجاه هذا تعين الشاهد وزيرا جديدا للداخلية وأعلانه الذهاب خلال الأيام القليلة المقبلة إلى البرلمان من أجل منح الثقة للوزير الجديد عده محللون مناورة من رئيس الحكومة لجس نضي الكتل البرلمانية من دون الرضوخ إلى الضغوط الممارسة عليه لطلب تجديد الثقة في حكومته فحصول الوزير الجديد على ثقة النواب سيعتبر انتصارا للشاهد رئيس الحكومة قام بعملية استباقية هي تعين وزير داخلية من الإدارة التونسية البيروقراطية التونسية بالتالي قد يحظى بالتمرير من الكتل الأخرى إضافة إلى أنه قد يجري تحويرات أخرى لا تشمل أكثر من مقعدين أو ثلاثة في أقصى الحالات تكون كأنها المقياس الذي يختبر به قدرته على مواجهة الباج وابنه في مستقبل الأيام إذا اضطروا إلى الفصل 99 نجاح رئيس الحكومة يوسف الشاهد في التصدي لمحاولات إطاحته سيؤثر حتما على مستقبل المشهد السياسي في البلاد والأنظار شخصة إلى انتخابات 2019 سيذهب يوسف الشاهد إلى البرلمان ولكن لطلب منح الثقة لوزير الداخلية الجديد وليس لطلب تجديد الثقة لحكومته خطوة تعتبر بلون اختبار لميزان القوى داخل البرلمان في معركة التجاذب بين يوسف الشاهد وقيادة حزبه كما يقول مراقبون مرادة لانسي تونس الميادين لا تزال الحرائق تلتهم مساحات شاسعة من كاليفورنيا الحرائق وصلت إلى المناطق السكنية ما استدعى حصول عمليات إجلاء واسعة للسكان وفي اليونان يواصل رجال الأطفاء عمليات البحث عن أشخاص عالقين في بيوت أو سيارات متفحمة شرق أثناء وقد بيانت صور انتقطتها طائرات الاستطلاع المساحات الشاسعة التي التهمتها النيران على الساحل اليوناني لم يبقى من منزل هذه السيدة اليونانية بعد أن أتت عليه النيران سوى الركام حين اجتاحت أعمدة دخان ضخمة حديقة منزلها معلنة وصول ألسنة اللهب إليه بسرعة خارقة لم يكن أمامها سوى ثوان معدودة لتتخذ قرارها وأمام تقدم نيران لم تجد عائلة هذه السيدة مفرا سوى الشاطئ حيث ظل أغلب الفارين لساعات وسط مياه البحر توجهنا إلى البحر في محاولة للهرب البعض لم يتمكن من النجاة بقينا خمس ساعات في البحر حتى جاءت البواخر لإنقاذنا أبقينا رؤوسنا في البحر لكي لا نستنشق الدخان لأن أشجار الصنوبر المحيطة بالشاطئ كانت تحترق قضينا خمس ساعات من الرعب هنا في قرية ماتي على بعد 29 كم شرقية العاصمة اليونانية أثناء تفوح رائحة الموت من كل شيء سيارات محترقة بيوت مهدمة وأرض جرداء الحرائق التي وصفتها الحكومة اليونانية بالمأساة الوطنية وساهمت في انتشارها رياح وصلت سرعتها إلى 100 كم في الساعة تسببت بمقتل العشرات لقد بقي حفيدي بين يدي خمس ساعات كنت أحاول أنقاذ الأطفال على رغم أننا كنا في النهار إلا أن الظلام قد حل باكرا كان هناك الكثير من الدخان صدمة حقيقية يعيشها اليونانيون بعد الاكتشاف المروع لجثث متفحمة من بينها أطفال الحكومة أعلنت حالة الطوارئ في المنطقة فيما هبت عدة دول أوروبية لإغاثة اليونان ومساعدتها على مواجهة أسوأ كارثة تشهدها منذ عشر سنوات إلى السويد وبعدما عجزت فرق الأطفاء عن احتواء حراق الغابات لجأت السلطات إلى القذفات الحربية التي تولت القاء قنبلة على الحريق ما أدى إلى أطفائه في مبدأ يعتمد على إفراغ مادة الأكسجين التي تعتمد عليها النيران لمواصلة انتشارها إلى العناوين مشتتاً بعد استشهاد شبان الفلسطينيين جيش الاحتلال يسادف غزة بقصف ليلي والقسام تعلن رفع الجاهزية إلى الدرجة القصوى عدد شهداء هجوم داعش على ريف السويداء يتجاوز المائتين والأسد يتهم دولاً بمحاولة إعادة إحياء الإرهاب بعد استدفي بوارج سعودية عبر باب المندب الرياض تعلن تعليق صادراتها النفطية عبر المضيق بشكل مؤقت ترامب يعلن بدء مرحلة جديدة من العلاقات بين واشنطن والاتحاد الأوروبي والعمل على التصفير الرسوم الجمهورية بينهما المزيد من الأخبار والتقارير زور موقع الميادين على الانترنت الميادين دوت نت ولمتابعين بلغات الإسبانية اسفانول دوت الميادين دوت نت إلى اللقاء اشتركوا في القناة